قررت اخيرا تشري وتجرب باستروه ما عندك شاشي فكرة على انواع دياله وشنورجي هذا اللقس كتختار فعلا كنت مهتم خليك معنا حتى نهاية الفيديو ويلا نبدأ وعلى بركتي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء لبس عليكم كنت من الناربي دائما تكونوا في أتمسح ولا فيها إلا كنت تضيئ وزرك في القناة فأنا أحمد جبرو كنت قدم حشواتيقني كذلك كنت أعطيه بعضنا صائح متحلقة بالجيمين فأهلا ومرحبا قبل ما نبدأ الفيديو أتفضل هذا بدرجام لأن الفيديو متعوب عليه لأن الفيديو أخي الكريم ستحتاجه سواء كنت انت اللي ستشري أو للإبن ديالك اللي ستشري لمهم هذا الفيديو مهم بزاف وفيه معطيات بزاف وانا كنحاول الماكسيموم أنا نجيب لكم معلومات ومعلومات تكون دقيقة وصحيحة باش إن شاء الله الإنسان اللي كان يفكر يشري باستروه ما يشقول بش أول حاجة عزيزي المشاهد إذا كنت اخذت قرار أنك تأخذ باستروه سواء لكنت أو للإبن ديالك فضروري تفرج في الفيديو وضروري تتشريه مع الأصدقاء لأنه فيديو مهم بالنسبة للإخوة لأول مرة سيأخذوا باستروه ضروري ترد البال هذه المسألة هذه المعلومات اللي غنعطيك بها إن شاء الله باش غتقدر تشري باستروه وتعرف شنو الإصدار اللي غادي تشري وتعرف كذلك التمن ديالو إن شاء الله سنحاوله ما أمكان ندخله ماركيش بلايس ونشوفه التمن ديالو شحال واصل أول حاجة عزيزي المشاهد ستكشعرف باللي باستروه فيه ثلاشة ديال النسخ يعني خرجوا فيه ثلاشة ديال النسخ النسخة الأولى اللي هي البي اس تروه الفات قيد معايا هاتشي لك أنت أول مرة كتسمع هاتشي لباستروه قيدوا باشي لك أنت غتشتري غتسوي الباقي على هاتشي اللي غادي نقول لك وبيناء على هاتشي اللي غادي نقول لك اخي الكريم هو الاصدار الأول جامل مرة اصدار التاني اللي هو باستروه سليم عيد معايا جامل مرة باستروه سوبر سليم غادي اخوة احمد واخها الفات والسليم والسوبر سليم عيني شنو الفرق بيناتهم هاااا هذا سؤال مهم سؤال وجيه أول حاجة كتسمعرف باللي الفات اخي الكريم هو الاصدار الأول اللي كانوا فيه مشاكل ما يمكنش درجة الحرارة الصوت المرتفع اللي كيصدر مشاكل ديال اللي في الألعاب يعني انت كتلعب ولكتلاقي لان الفات لا انصح به عندك تفكر تشريه اما بالنسبة للنصخة التانية اللي هي سليم اه اخي الكريم سليم هو فقط اه محسن او لا شدوه حيدو منه الاعطاب اللي كانوا في الفات عدلوهم زيان يعني ما بقاش درجة حرارة ما بقاش كي لاقي اه تف الديزاين ديالو اه ارقوه شوية برابور اللي اول ديالبال اللي هو الفات دونك اللالالاس الصوت سليم انصح وبا هو بشدة علش لانه ما فيش داكل المشاكل وانا شخصيا صراحة كنت من الناس اللي يشتروا الطلاق كنت خدي توف الفين على ما اترى عشاقين الفين وثرطاش والاالفين واربعطاش خدي توف الفين درهم ايه كان باس bio ما بقاش الكريم قليل الكريم اللي اه كيف كرشتره يعني ما كانش متداول بزاف كالباس هو سيد السوق الباس كارد ما كان تشي حاجة كان بي اس طروا كل شيء يقلب على بلاي ستشن طروا كل شيء يسوي على بي اس طروا كما قلت لكم كان ب الفين درام وبعض المرات كشي قد لقاء ب الفين و خمسمية درام فشكون هذا اللي غيمشي فكر انا مشر الكات لان البي اس طروا كما قلت لكم كان عليه واحد طلب ما يمكنش. نسخة الثالثة اللي هي سوبر سليم سوبر سليم تقدر تقول واحد الاضافات اللي هو ما ديزاين حاولوا شوية يلعبوا على الديزاين باقي رقيقي يعني كما الجزء الثاني دياله اللي هو البي اس طروا سليم وبعض تعديلات الا انه عانى من واحد المشكل لديك الباب الباب دي البلوراي ديال السيديات كان اغلبية كي تشكى منه وكذلك ندخلت اليوتيوب غير تلقاوا المشكل ديال البي اس طروا سوبر سليم اللي هو بلاس السيدي كل مرة كتحل الغبرة اوين كما كم معارفين يعني كان صراحة فيه مشكل وانا اعتقد ان النسخة ديال السليم هي الافضل وغالبا الغالبا هي اللي غاديتلقا وغالبا هي اللي غاديتتاخد حيات كما قدت لكم سليم صراحة افضل النسخة عندي. اما واحد اينا خطرد ليها البال اللي كنت يبغى تشري بي اس طروا ا ارا ما كانش في جديد. اخي الكريم رب بي اس طروا ما كانش في جديد. ليقول بك شي واحد يقول لك ارا عندي بكرز كرطون شو بقي جديد ومانا طعا دياله جدا. بي اس طر عدده ممكن يكونوا بناياته بقيين كافرين بيبزال ذي الحواج ممكن متافق معه ولكن بج تقول لي ان البي اس تروى جديد. فلا يجب ان تعرف بل اي بي اس تروى شري هو قديم يعني مستعمل. بدلا بلا بلا ما يبقي عطك شي حواج انتالي في الاصل. ربما ما عارش السيريات ما عارش البي اس تروى ببي اس كارت ببي اس فايب. انت بغي قصر. يجي يقول لك لا ره ببي اس تروى باقي جديد يالله جاني من بره مكيني اشهد الهدرة باستر واره قديم اخي الكريم هاد النقطة رد لها البال والنقطة اخرى يجي يقول لك واحد يقول لك خوية عندي باستر والفات اه راه ناضي يشوف على حسابي اخي الكريم الفات ركنه في اخطاء قاتلة اخطاء ديال صوني بحداجة اخطاء اللي كتوصل حتى اللمبة الحمراء اللي كيسميها لمبة الموت حتى هي ركاينة في البياستر والفات رد لبال الاسترداء اخوة سليم او لسوبر سليم نجيه دابل منيطات اخوة اللي غيشترو باستر اكد من ان المانيتات تكون اصلية المانيتات اصلية هي صون فيل اه مانيتار تتخدم بلوتوت شفتو ديال باسترداء ايه مشي ففش فالشكل الشي ديال باسترداء سون فيل يعني مفيهش تخيط سون فيل قتوارك على البوتونة دي الصوني كيش على البي اس تروا كتف تلعب. دونك مايجيش واعد يقول لك لا راه هي بالكابل كاتجي وهذا لا اخير كريم ما فيهاش كابل. هي المعنطة دي البي اس تروا سان فيل. المعنطة دي البي اس دي هادي كانت بالفيل. اما دي البي اس تروا راه بلاك كابل. نجي لواحد نقطة مهمة واللي انا كنشوفها ايجابية في البي اس تروا هو ان البي اس دي لهم موجود. قد ترى موجود. يعني لو قعلك مشكل شي عطب مشانا شي حاجة لا قدر الله لبي اس دي لهم موجودين خصوصا سليم والسوبر سليم. وخسي احمد ما الصباح مشك تقول البي اس تروا زوين وهذا واش ما فيش عيوب لا اخي الكريم فيه العيوب. انا عاربت السؤال اللي قدر يطح لك في بالك عليها ترح تقول لك انا في الفيديو. بالنسبة البي اس تروا العيوب دياله اخي الكريم هو كنشوف احد العيب بعد اللي اه لي بور دي اليو اس ب ديال البي اس تروا ضعيفة بزاف يعني في اللي ايجي اني الطاقة باش تقول لي نشارجي به تليفون نشارجي به مانيطة طالع انصحك. لك تيغل تشارجي شارجي مشانا المانيطة ديالك شارجي في بيسي مشانا من الافضل تشارجي في بيسي لان ديك اللي بور دعاف اخي الكريم وكنشوفه صراحة ممكن ممكن تكون عامل سلبي ولكن مش اشي حاجة لاش لان ممكن تشارجي المانيطة ديالك في بيسي. ايقول يشي واحد اه احمد او لان ديالك في بيسي. لا اخي الكريم. وياك كما وياك. ما ديالك في الضوء. ما ديالك في الضوء. لان الضوء ممكن تحرق. وممكن تطرد قدر الله. ممكن تشعل العافية. فتجنب اخي الكريم بدير المانيطة في الضوء مباشرة. حداري شما حداري. انا اللهم اني قد بلغش. وهذه الرسالة بارتاجيها مع الاصدقاء. لانها مهمة. كلا يقول ياران قدر نشارجيها بالضوء. تقدر تشارجيها بالضوء. انت تخرج على الباتري. وتقدر تحرق المانيطة. يعني تفرق عليك المانيطة. وما لك اخوي مزروب. ديروا في بيسي كما قدت لك. وخليه تشارجيها في خاطره. عندك باوربانك. ممكن تشارجيها باوربانك. علش انا غايمشي نعرض الدار ديالي للخطر. نعرض الابن ديالي للخطر. نعرض راسي والعائلة ديالي للخطر. علش? اللهم ما تشد المانيطة تكون اكتاها ولا تديرها مع اه اللي اخوي تشارجيها في خاطرها. اللعب اخوي ممكن تلعب يعني بالمانيطة بالكابل. وهي كتشارجة. ممكن لا ضرارة في ذلك. ولكن كما قلت لك خلي المانيطة تشارجيها في خاطرها. بعدك الساعة عود لعب. هذه فقط كانت نصيحة. وعندك تنساها. اما ده ما نجيه الايجابيات. الايجابيات هي الجودة. جودة الالعاب. صراحة انا كنشوفها جودة رائحة. لان انا جودة بالنسبة الناس اللي بغا تقسر. وسيخطوه هوا تاخدهم فلاشي. يعني الالعاب يكونون خاص. تصور لعبات تاخدها بخمسة درام. تخيل معي ممكن عشرين درام ولا تلاشين درام تعمل لك عشرين اللعبة او ما اكثر. يعني انت اخي الكريم صراحة انا كنشوف ميزة دي البي اس تروا انك تشري في هذا الوقت. حيث غدا يوفر عليك بزر دي الفلوس. حتى تخيل ما يحشي الالعاب. الحجم ديهم صغر. بارابور اللي جهلي كنين دابة. انا ما يمكنش. اللعبة كنت قفية 100 جيجا. اما بي اس تروا. انا عشرة جيجا سبعة جيجا كتلقى لعبة ناضية. لذلك هذي ميزة زوينة في بي اس تروا. زائد واحد الايجابية اللي كنشوفها حتى هي زوينة. وربما كان انا نشري بي اس تروا علاش الله. مدام انا كان بحث على بي اس تروا لقيت صراحة شي بعلومات اللي انا كنشوفهم ايجابيين عن بي اس تروا. اللي هي ممكن تخدم الالعاب دي البي اس وان والبي اس ايه تقدر تلعب الالعاب القدام دي الوان ودي الاتو. نزيدك. وممكن ت انستالي وتدير محاكي وتقدر تلعب الالعاب نيتيندو. نيتيندو اللي ما كيعرفهاش هي واحد الشركة حتى هي دار جهاج وسماش ونيتيندو اللي كيتلعبوا فيها الالعاب دي السوبر ماريو. يعني تقدر تلعب الالعاب نيتيندو في بي اس تروا. يعني كنشوف انك غتتسمر في الفلوس الى اخديتي بي اس تروا في الفين ورابعة بشرين. وبالتالي غتكون اخديتي واحد جريبة مع واحد الالعاب تمن رخيص. بي اس تروا هو بي اس تروا سليم. ركز معي. عندك تنسى القادية حيش خايفك تمشي وتبغي تشري. وفي الاخر تنسى. بلي ركين فرق ما بين. بي اس تروا الفات والسليم والسوبر سليم. انا اللي اللي اعنصحك به هو تاخد بي اس تروا سليم. وتباع عدلية للفات. اما دب اخي الكريم اريد مشو الماركت بليس. ونشوفو التامان ديل بي اس تروا يعني بشحال تقدر تلقاه. مع العلم انني انا كان قدر نقول لك بلي غتلقاه بي اس تروا بوحد اللي تعد يلوم زيانة. سبعمية درهم تمانمية سستمية على حساب الشخص اللي غتتعامل معه. وربما تلقاه ولد الناس يعني انسان اه افضاره. بغي بي اس تروا ممكن تاخده من عنده بتامان زوين. يلا مشو ماركت بليس الرجاء. فالخدش هذا هو ماركت بليس وهدو ما اجهزة ديل بي اس تروا كما قلت لكم اه التامان ديالو سبعمية وخمسين درهم. اه الشخص يقول بلي بي اس تروا باقي جديد. ومشي جديد كما قلت لكم. وفيه لجو اه كان دون تامان سبعمية وخمسين. تامان مناسب. ولكن كما قلت لكم ممكن تطيح كترة من هات التامان. وانا كنشوف اصدقائي اركزوا على هذه النسخة هاتي. افضل نسخة ممكن تشري لانها مجربة. اه كما كنتشوفها هو بي اس تروا باقي نقي. هذا بالنسبة لما كنت تفهم معين ما كيحوش لك التامان. كين اللي حاط سمية درهم. اه صراحة كنشوف كين انه اتمينا بزاف. فوالا. ها هو هذا ما زال نقي. انا سيستي على هاد هاد البي اس هذا هذا بديت. لانه صراحة اه جربته وشي حاجة زوين. دونك غنزيدوا الهبط وموجود صراحة البي اس تروا. هادا تسعمية درهم افكس جمان اي طاتش. راكت لكم اللي راكين اه الحساب اللي يطا دياله. اه ماشي اي باس عاد لقابه حتى من اللي هو هابط. كين تسعمية وخمسين درهم. راكين اللي دير سسمية درهم. الحساب انت غا تحاول تقلب مزيان. باس تروا ماذا محال عليها من دير تسعمية درهم. الى لقيته عند شي واحد يعني في داره ايكون افضل. مهم دا باخذيته فكرة على التامان ديالو. فاللي بغا غا يمشي الماركت بلايس او لا يشوف اه يعني اه في المدينة اللي ساكن فيها. قلب ربما تلقاه اه بتامان اللي هو ناقص. كما قلت لك انت اخديتي المعلومات اخديتي التامان. غا تمشي وانت عارف شنو غادي تاخد. والله يصخر الامور. في الختام عزيزي المشاهد. اهبط دابا درجام. الى كنت نسيتها وتابونه معنا فلاشين. الى كانت يدي اول زارك في القناة. فانا احمد برو. كنقدم محتوى تقني. كذلك النصائح حول الجيمين. فاهلا وسهلا بك. المهم الخوط لعدكم اي سؤال اي سفسار خليوا لي في خلنا التعليقات. ان شاء الله انا مازال مواضيع قادمة. الناس اللي تسوي على الاكس بوكس. الناس اللي تسوي على الاكس براس. ركين المواضيع. ان شاء الله انا اصلا كنت مريض كنت عيان. فضلت ان انا نديلكم اه موضوع على البائس تروى. حيث هو ممكن ان الانسان يبغيش ريه. فيبغين نصائح. ومتنساش بارتاج هذا الفيديو. انا مهم. اما الان اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. ان شاء الله. دومكم في رعاية الله وحفظه. وحبكم في الله دائما وابدا. والسلام. اشتركوا في القناة